السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية وراقية لأم يارا وصفتنا لنا هاليوم مينيك خواسون محشي بالشوكولاتة هاي المينيك خواسون رح يكون بمقادير جد بسيطة والبنة التعو رح تكون هيلة رح يجي مورق وخفيف وكما قلت لكم سهل التحذير نمر مباشرة تعرفوا على مقادير الوصفة وطريقة تحذيرها اول حاجة عملتها نحط في ايناء كاس ماء يكون دافي نزيد عليه زوج مغارف كبار سكر عادي ومغرفة كبيرة خميرة الخبز ونزيد مغرفة كبيرة حليب مجفف لهو لحظة ونصف مغرفة صغيرة ملح نحرك هاد المقادير جيدا وهنا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش لحظة معليش ما يديروها شوف فلاسة الماء يديرو كاس حليب نزيد هنا يا كاس فارينة ودايمن حجم الكاس 220 ملي لتر ونجوز ها هكا في صفايا ونجيب فوي ونخلط هاد المقادير كامل نخلطوهم مليح وهنا بعد ما خلطتهم نجيب ورق شفاف ولكيس بلاستيكي ونغطي هاد الخالط ونحطوه بجيهة ومن جيهة اخرى نجيب ايناء وحد اخر ونحط فيه 3 كيسان فارينة هنايا ديرو في بالكم بلي كمية الفارينة اللي نحتاجوها كامل في هاد الوصفة هي خمسمائة قرن معنتها الكاس تاعة مقبيلة مع هاد 3 كيسان لازم يجوكم خمسمائة قرن حطيت الكاس اللول ونزيد هنايا الكاس تاني ونزيد الكاس التالت نزيد عليهم كيس خميرة كيميائية ووزن 10 كرام ومغرفة صغيرة لفاني و50 كرام زبدة تكون دايبة بصح مشي دايبة مليح ونزيد هنايا نورمال مو حبا بيت صغيرة بصح انا كل بيذ تاعي كان كبير بزاف اديت باياد بيضة وفي الاخر زيت مغرفة خل هنايا الى كان عندكم الخل الابيض من الاحسن تستعملوه هو مي بصح اذا كان ما عندكم مش معليش ديرو الاحمر نبسس هاد الفارينة جيدا حتى تولي بهاد القاوام ومبعد هنايا نعود نجيب الخاليط الاول بعد ما تخمر لي نشوفو كفاشي ولي ولي كشغلة رغوة نفرغو بهاد الشكل ونبدا نطم في العجينة اهنا يا هاد المقادر مضبوطة يعني العجينة رح تنطم معانا بكل سهولة ما راهيش حاجي يبسة بزاف ولا نشفة كيما ما راهيش حاجي متلوقة يعني العجينة اللي لازم تحصلوا عليها تكون طرية بصح مشي متلوقة هاوليك القاوام كيفاش يكون نحطها على طاولة العامل وندلكها وحدزوش دقايقها كاك كي تبدو تدلكو فيها مع الول حت بين لكم ما راهيش رطبة بصح غير يفوتوا عليها وحدزوش دقايق القاوام بتاحها رح يجي املس هاوليك هنا يا العجينة بعد ما دلكتها نقسمها الى 8 قطع يكونوا متساويين هنالي حب التوزن بالميزة يعني خير باش يجوها كامل قد قد ونشد كل قطعة ونعملها على شكل كورية هامليك الكورية تتمينيارا هم وجدين جيب هنا يا ورق شفاف ونغطيهم ونخليهم مدة خمس دقايق يعني هنا خليهم يرتاحوا ماشي يخمروا نغلفوهم جيدا باش ميديروا لكمش من فوق هذيك القشرة وبعد ما فاتت خمس دقايق هايلك العجينة التاعي رتاحت جبت لهنا كمية عنشا ومية وعشرين قرام زبدة توريق فهاد الوصفة ضروري انكم تستعملوا زبدة توريق باش تحصلوا على نتيجة مليحة حطيت على طاولة العامل كمية قليلة عنشا ونبعد ديرت كورية ملعاجين ونزيد فوقها كمية غير قليلة تعنشا ما تكتروش بزاف باش مجيكمش فيها البنة تعنشا ونحل هاد العجينة على شكل دائري ديروها رقيقة ونبعد نرش هنا كمية غير قليلة تعنيشا ونمشي هكا بيدي على كامل هاد دائرة وبعد جبت هنا يا بنسو شفو هنا يا زبدة تعيك ودوبتها بصح كراهي برودة بلخف جمدت لي هنا اللي لقيتوها جمدت بزاف عادي عاودوا وحطوها تدفع لكم غير شو يا برك وخدموها هكا بالبنسو نفوتها على كامل دائرة هايلك النتيجة اللي تحصلت عليها نحطها بجيها ونزيد نحل عجينة وحدة اخرى ونخدمها بنفس طريقة يعني هنا رح هنكملهم كامل نخدموها هكا غير الكورية الاخيرة برك مندير لهاش زبدة من الفوق هايلك هنا يزت معاكم وحدة حطيتها كما شفتو على طاولة العامل ورشيت عليها شوية تعنيشا نحلها بصمك رقيق ونبعد نرش كمية قليلة تعنيشا من الفوق ونمشي هكا بيدي ونزيد هنا الزبدة شفو هنا جمدة ليعة أو تدوبتها غير شوية برك ونمشيها بالبنسو وبعد هنا ينجيب هذيك الدائرة اللولانية نحطها ونحط فوقها الدائرة الثانية ونبعد نكمل كامل عجينة هكا يعني بنفس طريقة نخدم بالوحدة ونحطها من الفوق وهنا بعد ما كملتهم كامل اهنا يا العجينة الاخرانية رح نرش عليها النشاب صح ما ندير لهاش زبدة التورق نمشي هذيك النشاها كام ونبعد نجيب حلال ونحلها خطرها بالطول وخطرها بشكل مائل وخطرها بالعرض حتى نتحصل على دائرة تكون كبيرة ويكون السمك تاحا حوالي ربعة مليمتر خمسة مليمتر هكاك متكون شرقيقة بزاف كيما متكون شخشينة هايليك بعد ما حليتها نقطع هذ دائرة لازوج ونبعد نقطحها لربعة وبد هنايا نقطحها لثمينية هنا بعد ما كملت قطعتها لثمينية الى راكم حبين الكخواصم بتاعكم يكون الحجم التاعو كما ليتباع بره كل مثلث قسموها على زوج بصح انايا راني حندير ميني كخواصم عندها حنديرهم غير صغيرين على هذي كل مثلث راني نقسم فيها لثلاثة وشنو هنايا حيجو صغار كما قلت لكم نشد هنا كل مثلث نفتحو من تحت غير شوية برق هكا واحد الواحد سنتيمتر وللحشو هنايا حنستعمل شوكولاتة طيلة انا حنخدم بهذي شوكو ماكس هناك تكونو تحشو في الميني كخواصم تاعكم متحطوش كمية كبيرة تاع الشوكولات لخطر شون بعدها كيدخلوهي طيب رح هتسيل لكم كامل على هذي حطوكم ميا غير قليلة برق كي ما راهم وضح في الصورة ونبعد نجبد هاداك الموثلث نفتحو الجوانب من نومن ونبعد نغلق نضغط هنا شوية على اللعجينة ونبدأ نرولي ونسي هنا نكسل هكا شوية بش يجيني مرولي بزاف راح نتحصل على هاد الشكل ننسي ندورو حكا غير شوية برق وحكا الميني كخواصم تاعي اراه جاهز نكمل نخدمهم كامل بنفس طريقة وهنايا الناس اللي ما يحبوش يحشوه بالشوكولات مع انتها يخدموها بدون حشو عادي ما يحطوش الشوكولات ويروليوه ويحطوه طيب راح يعطيهم يعني نتيجة مليحة مشي شرط لازم تحشوه نكمل كامل المثلاثات نخدمهم بنفس طريقة وهنا دايما نحب نذكركم باللي هاد الوصفة اللي راكم حابين تلقوها مكتوبة بالتفصيل ما عليكم غير تحملوا تطبيق كوكباد من البلاي ستور وتروحوا لصندق الوصف راح نخليكم رابط الفيديو اللي كنت شرحت فيه كيفاش تدخلوا للكوكباد ونخليكم تانيك رابط حسابي على الكوكباد ورابط الوصفة مكتوبة بالتفصيل يعني هادو كامل راكم حتلقوهم في صندق الوصف قربت لكم هنا يا هكا باش تباني لكم احسن وبعد ما كملت هنا يا سنيوة اللولانية جبت صافار حبة بيض زيت لها شوية تعانيس كافي ولا تحبو تديروا عطر الفانيلا يعني كل واحد يدير كيما يحب وديرت لها يعني قطارات تع الزيت الزيت باش يعطيني لامعان ادهنتهم كامل ونبعد نخليهم يخمروا يعني اعطيهم وقتهم باش يخمروا وندخلهم الفون اللي كون شعلتوا مسبقا على درجة حرارة 180 دراجة نطيبهم من تحتا يغي نشوفهم من تفخوا نشعلهم من الفوقة شوية يعني نعطيهم هذيك التحميرة ونجبدهم وقبل ما نشوفوا الميني كواسون تعنا وهوما جاهزين حبيت هنا يا نعرفكم بهد لا تيزان تع أغبونيسونس اللي هي لا ديليسيوز هذي تيزانة اللي بزف بزف بنينة هي باديل عن الشاي مخدومة بأعشاب طبيعية كي ما روكم تشوفوا فيها لويزا وفيها أعشاب طبيعية أخرى بالنسبة لطريقة الاستعمال حاجة سهلة حطيت في كاس ما يكون سخون وندير لداخل كيس نغطي عليه لمدة خمس دقائق ونتناوله هنا ما يهمش تناولوها قبل الأكل بعد الأكل يعني ما ما عندهاش أزع ما نقول لكم زوج خطرات لتخطرات في النهار ما يهمش يعني قدمت شربوها بزف مليحة للصحة يعني هي تعتبر مشروب ساخن وكي ما نعرفو المشروبات الساخنة مليحة سخطوف في وقت شتام هذة تزانة متوفرة في الصيداليات والسعر تحها 44500 نعود نولي لهنا لوصفتنا وهذا هو الشكل نهائي الميني كوانسون تاعنا بعد ما طابوا حطيتهم في طبق تقديم شوفوا الشكل تحهمش حال جاي شباب وجاي شاهي جوا غير صغيرين هكا كي تحضروهم الأطفالكم رح يفرحوا بيهم بزف نقسم حبة معاكم باش تشوفوا القاوة متاعو كفاش راهو لداخل شوفوا كفاش جام وقرمش وجام وورق لداخل ما جاش تقيل وما جاش معجن جا بزف خفيف وصلنا دكان نهاية وصفتنا لنا هاليوم اللي انتمنى انها تكون عجبتكم وإذا عجبتكم متنسوش تجربو الوصفة وتبعتولي تطبيقاتكم عبر كوكباد دوكا مبقى ليغن قلكم تهلو في روحكم نتلاقاوا ان شاء الله في وصفات أخرى عن قريب مع السلامة نتلاقاوا ان شاء الله في وصفات أخرى عن قريب